موسيقى يقضي المتعثرون شهوراً وسنوات خلف القطبان مكبلين بسلاسل الديون والمديونيات لعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون للغير وقد تكابد أسرهم صدف العيش والحرمان بعد سجن رب الأسرة وقد بات ملحوظاً تزايد أعداد السجناء الموقفين والمحكمين وذلك نتيجة لجملة من الأسباب نموذجنا اليوم أهرقته الكفلات الغرامية هو وغيره يرجون ولاة الأمر وأهل الخير والمحسنين في هذا البلد المعطاء لمساعدتهم في فك كربتهم في عام زايد الخير المترجم المكب المترجم الم tinham Arriصante المترجم الم حاول من اثبه الرهور المترجم المioni وسب شهر يا جماعة ما هو إلضة ميل للحي jakoًايا؟ هذا الهدف من التعالي و عزيزي يجب فيه في 2010 أمام المالك العباس؟ يجب علينا 30.000 يمكنك أن تحدثنا المصدرين؟ 2014 الحقيقة كانت أعمال في 2010 وأريد لديها حياتي وكانت ميزيزا هنا 6 موات ثم سنذهب ويطلب كجليس من السفرين وفي المشاكل في تراغب الارض ولم تحقق العقل لأنا خلال الأعمال لكنه لم يتبع فbr- أنت ورائب Section of the year. وقال الى قامت للنار وقالوا للجال في السيazar 2018 إلى مرة سوية أخرى. وكما في المثال من جديد. وقالوا لنا. وبعد ذلك كان حياة لدي الكريس لا أمتلك المشاركة في المشاركة ويجب أنت تساعدت أشخاص ما كانت تشخصك؟ سيانة سيانة؟ محلونا أحد أشخاص محلونا ويجب أن يتساعد من هنا ويجب أن أتساعدت من هنا ويجب أن أتنظر لكي أتنظر ما هي المشاركة لكي تصل إلى دبايا أو حيث تتتتت هنا منذ لذلك؟ أولاً في هذا المصدر في فيزاوز في 2002 أعمل هنا ثم أريد أن أبدأ بجميع شركة مع بعض أخوات لأنه لا يوجد شيء هناك أشخاص هنا؟ نعم أشخاص هنا أشخاص هناك أشخاص يجب أن يساعده أشخاص مثلك؟ أنا أحيانا و ميبانا ما أجل لديك أخير؟ نعم نعم ليسوا واحدين لدينا أيضا أيضا لطفق الديوهام لتحصل أيضاً المنزل نعم نعم إنه محيوم نعم إذا لم يكن يساعد هذا سيئ من المدركة نعم إنه لم يكن يساعد فأحصل ليساعداً للمنزل كمذلك؟ إنه مرحبا؟ نعم، إنه مرحبا هو مرحبا لا يوجد مرحبا ماذا تعلمت من هذا؟ هل تريد أي شيء أن تريد أن تقول للمشاهدين؟ المشاهدين في المساعدين يقولون أننا نتبع 5 مرحبا ونحن نتبع القرآن ونحن نتحدث معنا ونحن نتبع بالمخارج ونحن نتبع مرحبا تحويلنا نقاط نفسنا لدينا نحو 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 نفعل ب춰�ه و изن نحو نحو نقاط بشأن نحو 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 نعب فيه نعم بحبوب فورها من مجاجن نفسك نجحنا نز studون لقاء نشاء جديد نشان نحن نحن نشان نحن نحن نشان نحن نحن نشان هذا هو مقابل، يقولون أننا لا يمكننا التشتريات مع أبداً لأن الوصول على الوصول على الوصول ونحن لا يمكننا التعاون لأسفل المقابل هم هناك ولكم يوجدونك؟ لا، لا يمكنهم أن يكون هناك في البلدين لا، لا، هذه المقابلة ليست هنا؟ لا لا أحدهم؟ لا إذن أنك لدت إلى دباية لتساعدتك في أكتباتك في فرصان نعم ويوجد الآن في جيين نعم لا لا يمكنني التساعد مني لا يمكنني التساعدات أو المدينة ومترسة أيضا لأيضا ما أفعل؟ لا أريد أن أخرج أريد أن أخرج أريد أن أخرج؟ نعم، من الصداف حتى لقد قمت بغياء المشكلة أنت تتخدم بسرعة في في 2014 أنت تخضط الوضع الجديدةً تستخدمون من تجدع المشكلة؟ вечي paisتون من تجد الوضع فقال قمت بغياء المشكلة كنت أريد انجاء المشكلة أمسكت تستطيع أن تتجه لم تكن لمساة المشكلة نحن نفتح من الصعب أمام من يجب أن نتعرض نفيد عليك أن تركز على الأساس عليك أن يجب أن تجد هناك نعم، أريد أن يجب أن يجب أن تجد هناك لكن التعميس يدعني لم يتمكن في العمل لقد هم حقاً ويجب أن يجب أن أجل انهم لم يتمكن من المستقبل هم قالوا أنهم لا يجب أن نقبل لدينا المستقبل في عام 2016 لقد لتتتقتن الشرط لن أجل في 2016 رأيت ولكنه في عام 2016 رأيت لتتحرك وذلك يتعلمني بسبب سؤالي لنظرنا أن تكون سواء مرحبا اثنان أنه يكون دائما خيرا أتمنى أنه يساعدك أتمنى أنه يساعدني رمضان كريم إن شاء الله شكرا 2-4-8-8-1-7 أنت جنسيتك إيراني نعم فينا أعرف منك شو القضية اللي أنت فيها باستجن على أساسها دخلت المنازلات تجارية فيك تعطيني تفصيل أكتر شو اللي حصل معك والله أنا الجد حقي الشخط التعنيعي العقد العسمي هو دفع شيك المالك وما دفع المبلغ الشيك ما صرف يعني والغزية صاد عليها بعد ثلاث وثمين يعني من 2010 لأن 2013 طول غزية عليها ومن 2013 لهم طول غزية بدون ما أخبرني أنا ما كان عندي خبر لأن 2017 يوم صارت حق التجديد اللي قامه قال عندي خزية يوم رجعت المحكمة قال كان الغزية الشقة فلان في العام وين هي الشقة بأيمن؟ في البرشة كم من المبلغ اللي عليك فيه؟ المبلغ اللي كان عليك ثمانية وخمسين ألف درهم لكن زايدين خمس سنوات الوصل إلى ميتين وسبعين ألف درهم ميتين وسبعين ألف درهم اللي جار شقة كان ثمانية وخمسين ألف درهم أربعة وخمسين ألف درهم شعر أزعف في ثلاثة أشعة ساكن كان هو كان ساكن في الشقة وأنت المستأجر باسمك اللي جار؟ اللي جار كان باسمي ليه؟ صديقي رفيق صديقي رفيق قال صوي اسمك وانا صوي بيرق وبدون ما خبرني وصافر هو إيراني كمان؟ إيراني كمان ورفع لك قضية ولا تبع لا هو ما رفع هو راح هرب يعني؟ طيب وانت ما فيك هلأ مثلا طالبه بفلوس؟ أطلق منه مش موجود ترى ومسافر طيب ساحب الملك محاول يتصل فيك قبل ويقل؟ أبداً لا ولا أنظار لا أخطار ولا شيء حتى الفاتورة النهاية ما أخذنا بعد الفينال بيك أنا ما كان عندي خبار شيء من الغطيئة أقول لك ولا رسالة ولا أخطار ولا أنظار شيء من راح تلتجادة الإقامة أم تبين أنه في عليك قضية؟ أيوة أم تعرفي؟ يعني كم سأت سنة 2017؟ من سنة تقريباً كم منك؟ كأي شهر؟ قدي لك موقوف؟ بالموقوف السنة اللي فاتس من نفس التوقيت شعر أطنين طلعت من الكفالة يوم رجعت ناكل المحكمة وهذي قال لك 1270 ألف در حماليات تجربية مجتمانية وخمسين طيب ليه ما استقنافت؟ استقناف؟ محامة؟ طلع الحكم؟ طلع الحكم؟ طلع الحكم نزيحة بالغيابة ماك عندي خبر شيء من شو على الجلسات المحكمة وهذه عيانت محامة وقتها؟ الحين عندي محامة الحين ما أخذنا المحامة محامة وقتها تدفع نصر المبلغ يعني بالآخر ممكن يتوصلوا للمكان أنك تدفع نصر اللي عليك؟ والله ما عندي شيء كيف أن نقدر أدفع نصر المبلغ؟ 140 ألف طرح يعني كيف؟ مواني 140 ألف طرح طب أنت يعني بس أنه هذا صديق يعني دغري هيك أجرته شقة باسماك ليش؟ كان عندك شغل معه يعني؟ لا لا ما وياهو كان وياهو صديق هو كان شريك قال أنا أول بإسمك ترى اليوم أخذ الأقامة وهذه بحول بإسمك ما أخذ الأقامة ترى ما أصوش لي وبدون ما أخبرني صافر متزوج عندك أولاد؟ نعم وين عايشين؟ موجودين في الإمارات؟ نعم كم إلك في البلد؟ 20 سنة شو بتشتغل؟ وكان يشتغل حين ما كيشغل خصرنا كل الشيء اللي موجودين عندي بيتعوض كان يشتغل ملابس ملابس يعني سائر الشيء بعد من السنة حين خصرنا كل الشيء طيب وفي حدا من عائلتك بيشتغل ممكن يساعد أو؟ والله يعني بسيط مم شي بسيط ومرتك تشتغل؟ لا ولادك كمين بيصرف عليهم؟ البنات بنات؟ أه ولاد يعني البنات والصديق أنت مبتسم؟ الحمد لله متفائل؟ نعم وبيروح على المدارس ولا كيف؟ وإقاماتهم موجودة وكل شيء؟ خلص الأقامة من تأتي الأقامة على موضوع هذا جلد أنت تجديد الأقامة بقال أني الخزية قبل أن تخلص الخزية بعد أن نجد الأقامة وهن إقامات النعماعك يعني؟ طيب أنت هلأ بها الحلقة وشهر رمضان شو بدك تقول للناس؟ طبعاً نحن هيدا البرنامج هو لدعم ومساعدة بعض النزلاء اللي حنطلب مساعدتهم عن الهواء بس أنت أكيد موجود بمكان صحي وحستك مرتاح خبرنا شو بتعمل خلال وجودك بالسجن كيف تقضي إيامك كيف تعامل الضباط والمسؤولين عن سجن معه؟ لا الحمد لله ماشي لك المسؤولين ترى كويسين اه؟ الحمد لله يعني ما أقدر أقول لك داعي الحمد لله يعني مثل ما أقول داخل السجن سجن شو يعني؟ الحمد لله موطح طيب وإحنا بتمني لك أنك يعني تلاقي حل لقضيتك وبدنا منك توجه كلمة للمشاهد أو لأسرتك أو لحدا بهمك أو شي رسالة للناس حتى يتعلموا من التجربة اللي مرات فيها إنو ما يوصلوا لهم والله التجربة أقول لك هاي المثل غلطة أنا ما بغت حد بحدي سوي مثل يعني مثل يعني مثل تبيعي بحدي ويتيجي المشكلة على رأسي ما دامنا احنا أقلب 40 سنة كلنا في البلد أول مرة حدش المحكمة شرطه ما أدري شو حق حقه واحد ثاني بعد مو حق يعني ماذا هو واحد طول المد 40 سنة في البلد بدون الحمد الله بدون أي مشكلة عايق اسمه ونسي ما أدري هاي هايش أقول بس أنا عندي سؤال يعني في شي كأنه غلط ما قدرت تبرهن انه هو اللي قاعد في الشقة يعني مش انت اللي كنت ساكن فيها وانت كنت تدفع عنه ولا فيه وصولات هو كان يدفعها يعني هو دفع بس الغسل أولي ما عدف العبدة بس في شي مثبت منه انه هو دافع هو دافع بس بيانا لكن الوصل محندي منشان دياعة الموجود في سيستم هذا الأعمار موجود لو دافع مثلا خمسة علاف تعمين كان عنده وثلاثة عام ترهمة خمسمية القصة الشكل أولي دافع بس اللي باقي ما عدد محندي شي على كل هاي الأمور بالقانون والقضاء إن شاء الله انه بياخد مجرى بالطريقة المزبوطة أنا بتمني لك التوفيع وإن شاء الله تفرج عليك قريبا ورمضان كريم تسليمين أشكرا شكرا لك مرحبا كيف حالك؟ انت البناني صح؟ بدي بس تعرف عن حالك برقم السجل أو رقم الملف أو رقم النزيل نعم، أنا السجيل رقم 264429 فيني أعرف منك شو الحالة؟ الحالة تهم الشيك بدون رصيد شوية معلومات عن كيف حصل أنك دخلت السجن؟ كنت مواطف وأحصل على راتب شهري ومعين أسرة وحياتي اجتماعية كانت كي أخذ قرد لظروف الحياتية كنت ملتزم بالستداد في موجة بضمار راتبي شهري وأنهو خدماتي في سنة 2014 فبعدما أنهو الخدمات تعثرت عن استداد بالبنك فرفع قضية مع أي بنك أديتك؟ كانت مع البنك اتحاد للحين موجودة الدعوة؟ الوفاق للتميل شركة تابعة البعي الانتحاد فرفع قضية التي تعثرت على استداد وعجز على استداد أنت مولود بالإمارات؟ نعم وهو متزوج؟ نعم ولدي أعين طفل وأعين الولدتي وأيدي وأخوتي هني موجودين كلهم هون؟ أه لا أختي الوحيدة كم لك بالسجن؟ خمس شهور كم قيمة الشيك؟ مية وتسعة ثمانية ألف مبلغ كبير ساع؟ نعم هل هذا المبلغ التأمين للبنك؟ أو كيف؟ المبلغ المتبقي هو قيمة القنط الذي عجزت عن استداد هل لم أجدت شغل؟ ما هي الظروف التي خلتك تترك شغلك؟ الظروف أنا وخدماتي بعادة حكم الشركة لأسباب التعود للشركة عجزت عن استداد لأنني حصلت ما قدرت أحصل أي وظيفة لموجب أنه كان فيه عليه بلاغ مالي كم شو كان وظيفتك بالأساس؟ كنت وظيفتي في إدارة يعني أي مجال عمل؟ مجال إدارة خاصة طيب هلأ بالسجن هناك كيف تقضي إيامك؟ شو بتسوي؟ شو بتعمل؟ الحمد لله نتلاقي سجين عادي نقضي الوقت في يعني كان في الخارج مشاغل الدنيا والحياة لكن السجن حصل وقت فراء كثير تقرب بالعبادات حفظ أجزاء القرآن صلاة في وطا في الجماعة أديها نشاطات اللي يوفرها السجن سواء بنواجد نشاطات رياضية أو اجتماعية ونحصل دعم وقت الحاجة هذا زاد الرعاية الطبية وهذا بمغلب أغلب الوقت يعني حمد لله بدي أسألك هيا أول مرة تدخل السجن صح؟ نعم تعتبر حالك تأثرت بوضع عش أزمة اقتصادية معينة أو نشدت حدا أنه يساعدك قبل ما تدخل السجن ولا شو صار معك بالثبت؟ لا ما نشد هد حاولت أني ألاقي وظيفة بس لأسف بما أني عليه بلاغ مالي لم أستطع أني تكمل أكمل أي إجراء بموجب البلاغ اللي هو كانت أعثر عليك هيدا الدعوة الوحيدة اللي هي عليك ولا في غير نعم هذه هي الدعوة طيب أنا عندي سؤال بعد بخص أنه وحاولت تعمل تفاوض مع البنك لتحل الموضوع؟ هون بنكين صح؟ نعم بنك واحد بنك واحد نعم الشركة تابعة البنك الشركة التمويل تابعة البنك حاولت تعمل تفاوض أنك تصل إلى مبلغ معين بالآخر؟ حاولت تسويلا لكن قالوا لنا بما أن هذا المبلغ التوتر تتعلق عليك فلازم تسدها لازم تسدها هل لديك محامة تتابع القضية؟ لا 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 أريد أن أشرح لها هلأ أنت جنحة أو جناية؟ جنحة جنحة لا دعوة مدنية إنزام السداد محكوم عليك هلأ في السجن لفترة؟ محكوم حاليا من السجن لغاية ما سداد مبلغ كمّل أنت حكمت؟ لا كل شهر نعرض على القاضي بتجديد الحكم بالدعاوة المدنية نعرض على القاضي كل شهر لتبين هلأ السلسية سداد أو لا من عدمه طبعاً أنت ببرنامج حريتك مع حواس حنطلب دعم ومساعدة لكل النزلاء اللي عم نقابلهم بمناسبة شهر رمضان فاضيل بدي منك بس كلمة تعايد فيها الناس وتوجه كلمة لعيلتك إذا بدك وأشيء جميع المشاهدين لأنها لهم كل عامة الخير ببر الله كريم وأي كلمة بأسرة تخوني كلمات حالياً لأننا ربي أجمالي فيها ما لخير هل أنت تحس حالك نادم على شيء معانياً أعملتو؟ هي أكثر أنها تجربة تعلم درس أكثر من أنها ندم ما فات خلاص الحمد لله رب العالمين قضاء الله وقدره نحن نعمين قضاء الله وقدره لكن درس للأمام إنسان لا يدخل في أي انتزامات لا يستطيع أن يسدادها درس كبير أنا أبدأت شكرك وإن شاء الله الله بيفرج عليك آمين شكرا لك شكرا لك شكرا لك